يعد مهرجان الشارق القرائي للطفل منصة حافلة بالمتعة والنشاط على مدى 11 يوما من الاكتشاف والإبداع والإثارة من خلال استضافة كبار مؤلفي كتب الأطفال في العالم تحت صقف مركز إكسبو الشارقة ليعرضوا أعمالهم وهو طبعا ملتقى لأكثر من 120 ناشرا عالميا ومحليا من ضيوف المهرجان معنا اليوم مشاهدين الكرام الكاتبة أمل فرح أهلا وسهلا بك بداية نحن نريد أن نوضح جزئيها مجدا حقيقة لسدى المشاهدين الكرام وكنا ناقشناها أو دردشناها قبل أن نسترجل معا هذه الفقرة وهي الكتابة للطفل هل تنحصر فقط في إطار القصة القصيرة المسلية الهادفة أم الكتابة لها فروع ولها تخصصات ولها أدبيات حظتك ممكن تنورينا فيها الحقيقة نحن دايما لما نتكلم عن كتاب الطفل نتكلم عن صنف أدبي واحد يعني حتى كمان مش عن أن أدب الطفل عن صنف واحد منه وهو القصص مع أن الأدب يشمل القصة والشعر والرواية والقصة القصيرة فضلا عن الكتابة المقالية ما عدا الأدب هناك كل الصنوف المعرفية على حسب تقسيم دوي العشري للمكتبات في الأدب الكتابة العلمية الدينية الفلسفية ونحن نتعامل مع الطفل وكأنه زهنه مقصور على الدراما البسيطة اللي هي القصة مع أن مشكلة كبيرة بتواجهنا لما هذا الطفل يكبر ويبقى شاب بيكون قاتلات على قراءة القصة فقط فطبيعي جدا أن تتصدر أكثر الكتب مبيعا لدينا الروايات نحن نفتقد لتوجيه الأطفال لقراءة كتب الأطفال وهي المعنى الأشمل للكتابة أنا أكتب قصص أطفال وأكتب كتب أطفال أكتب كتب مقالية مش بالضرورة يكون فيها دراما ولا حدث لكن فيها أفكار وهذا هو الأهم زي؟ عطينا أمثلة زي كتاب مثلا اسمه الرحلة يتكلم عن رحلة الشمس في السماء من مشرق لمشرق آخر بالنسبة لها وبالنسبة لنا من حلم ليل إلى حلم يقزة كتاب يتكلم في علم نفس كيف نحلم ما هي الأحلام من أين تأتي ما الفرق بين حلم الليل وحلم النهار كيف يمكننا أن نحقق هذه الأحلام لماذا نختزنها ومن أين تأتي هذه التفاصيل فيها وهو كتاب للأطفال من سن 9 سنوات المفروض أن الطفل لما يقرأه يتسائل عشان يجيب كتاب تاني ويقرأ تاني يعرف بعض الأشياء ويتسائل عن بعض الأشياء ويفكر في إنجاز بعض الأشياء ويبدع أشياء أخرى ولكن حضرتك تراعين طبعا الفئة العمرية في هكذا كتب بالتأكيد المعالجة المقدمة تتناسب مع مرحلة عمرية من حيث القموس اللغوي لكن خلينا أقولك مفاجأة من المفاجآت التانية اللي إحنا مش متعودين عليها كل الأفكار صالحة للأطفال الحقيقة إن كلمة مهرجان في حد ذاتها عندما ترتبط بالقراءة هي فكرة زكية بالضرورة إن الطفل يحس إن القراءة لست واجب ولا مسئولية ولا عب مهرجان هي بما تشملوا هذه الكلمة من بهجة وفرحة وسعادة واكتشاف للجديد أنا الحقيقة سعيدة بربط كلمة مهرجان بكلمة القراءة تفحد ذاته مكسب كبير إنه يتجذر في وعي الطفل إن القراءة متعة وبهجة واكتشاف وعالم جديد لأن عادة المهرجان تعني مثل هذه المعاني أما ما يحدث الآن في مهرجان الشرقة وما يحدث خلال السنوات وأنا محظوظة إن أنا حضرت أكتر من مرة في فعاليات هذا المهرجان بيحصل حاجة مهمة جدا ما بين القارئ والكتاب لأنه على هامش المهرجان فيه معرض كتاب كل النشرين من الوطن العربي موجودين فضلا عن الندوات والفعاليات وعروض المسرح المقامة في المهرجان معرض الكتاب فرصة كبيرة إن الطالب أو الطفل يشوف كل الكتب من كل الدول العربية يعمل سياحة فيما حدث خلال عام في تطورات الكتاب في مساحة مخصصة ليه هو فضلا عن معرض الشرقة للكتاب الكبير بيحس إن المساحة دي بتاعته كتب بتاعته فقط ويتجول بحرية شديدة جدا فيها أما عن الندوات واللانة سعيدة بإن بشارك فيها الحقيقة هي بتبقى فرصة إن إحنا نلتقي صناع ثقافة الطفل من البلاد العربية المختلفة ليضيف كل مننا للآخر أو يشغله بسؤال جديد وهذه باجة الندوات الحقيقة لكن أتمنى على جمهور القراء على الشعب نفسه إنه لشافة مجود كبير قوي بتقدموا المؤسسات الثقافية في دولة الإمارات مجود حقيق تنظيم ومصرفات وإرهاق شديد وقت عمل دائم من العاملين في المجال سعيا لقارئ يأتي لياجدت وجبة حقيقية تعال أخذ الوجبة بتاعتك لو سمحت تعال أخذ الوجبة بتاعتك ونحن أيضا ننشدكم أنتم الأدباء المثقفين أين أنتم من المناهج كونوا معنا في المناهج في المناهج القراءية للأطفال في المدارس أيضا أفكاركم السيكولوجية ليس فقط الأدبية أفكاركم السيكولوجية والمداخل تلك التي تستخدمونها للتغلغل في أعماق وأفكار الطفل لا يستطيع أي حد أن يجيدها يعني ليس من السهولة أن يغلغل في نفسية الطفل أين كان إلا إذا كان أديبا متمرسا في ثقافة الطفل وفي سيكولوجية الطفل نناقش أو تعلقين على هذه الجزئيلة سمحت لي بعد أن نصطحب سدى المشاهدين لمشاهدة جانب من مهرجان القراءة للطفل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نثمن مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم حافظه الله ورعاه حاكم الشارقة الذي طبعا بادر بشراء 2.5 مليون درهم تقريبا من الكتب التي موجودة في المهرجان مبادرة جدا رائعة داعمة جدا للمسارع الثقافي في الوطن العربي برمته ليس فقط في إمارة الشارقة هل لديك ما تعاقبين؟ طبعا أنا محسوسا أنا عندي در نشرة صغيرة خاصة باسمها شجرة خاصة بكتب الأطفال ومن المشاركين في المهرجان أيضا كدر نشرة الحقيقة إن اللي بيعمله سمو الشيخ سلطان دعم الحركة النشرة العربي عموما والحقيقة كمان خليني أثمن معاك هذه التجربة وأثمن كل محاولات دولة الإمارات بأكملها من أول قانون للقراءة وعامل القراءة ومسابقة للقراءة ومعرض الشارقة ومهرجان الشارقة القرائي يعني أنا أقول هذا الكلام في كل مكان وسيدني أن أقوله عبر تلفزيون الشرقة أن هذه القيادة الحكيمة سياسية الحكيمة التي تدرك أن القراءة هي حائد الصد الأخير لنا في مجتمع دول الآن يهددنا يهدد وجودنا ذاته وأن القراءة هي سلاحنا الأكيد لتثبيت الهوية والتقويم أداءنا المجتمع تجاه نفسنا وتجاه حضرتنا وثقافتنا العربية والاستعادة طروحنا والاستعادة مكانتنا التي نستحقها الحقيقة أتمنى من الناس كلها أنها تقدر هذا النضال أنا أعتبر أن هذا الأمر نضال من أكل أمة نعم فشكرا الطفل أستاذ أمل وسيكولوجية الطفل والجزئية التي نقشناها قبل أن نخرج إلى الفاصل ووضع الأصابع أو وضع الإصبع على تلك الثغرات النفسية التي من خلالها يدخل الكاتب إلى عقل الطفل أجادوها الأجانب حقيقة جداً في كتابة القصص خاصة بالطفل سواء كانت قصص خيالية أو قصص أين أنتم تحديداً كمثقافي من هذا الجانب السيكولوجي؟ لما الناس تتعامل مع الكتاب لما الكتاب والنشرين يتعاملوا مع كتاب الطفل على أنه مسألة مهم وليست وسيلة تسليع أو بيع مضمون لما يحصل الوعي المجتمعي ده بدور كاتب الطفل وضرورة أن يؤسس نفسه بثقافة موسعية تسمح له أن يدخل هذا العالم القوي الزكي الذي يستحق التعب من أجله ستحصل هذه النقلة إحنا ما زال للأسف ما زال كتاب الأطفال وأنا منهم يعني ويحزن أن أقولي الكلام ده ما زال بعض الكتاب بيتعاملوا مع الكتابة على أنها ده للأطفال يعني تكتبها للأطفال على أنها بهذه الخفة وبهذا الاستخفاف وبالتالي ينصرف القراء عنهم ينصرف القراء ليس عنهم فقط بل عن المجيدين أيضا لأنه بيبقى المسألة مسألة حظ الطفل ده توفر له كم كتاب جيد يخلوه يقدر يقاوم كم كتاب رديء الحقيقة أنه الكتب مسئولية مش بهذه السهولة ومش بهذا الاستخفاف عشان كده أنا أمنية حياتي أن تتبنى جميعا من الجامعات العربية تأسيس قسم للتدريب وتعليم طلبا ما عن صناعة الكتاب إحنا عندنا أقسام خاصة بالمكتبات وأقسام خاصة باللغة العربية لكن ما عندناش لحد الوقت تخصص صناعة الكتاب وهي عملية تشتمل على التأليف وعلى الفن والإبداع والإخراج الصحفي والإخراج الفني للكتاب وعلى الرسم وعلى التسويق والبيع وعلى المواصفات الطباعية هي عملية متكاملة تستحق أن يؤسس لها علوم تدرس ويتحول الموضوع من مجرد هواية لصناعة فعليا كيف وجدتي كعين ناقد وليس عين مثقف أو كاتب الإقبال الطفولي على هذا المهرجان كيف رأيت هؤلاء الأطفال كيف تصرفوا إزاء الكتاب كيف تعاملوا مع هذه الكتب ما الذي لفتهم أكثر شيء أو لفت انتبايهم هل الألوان هل العنوين هل الكتب فعلا هل عينك رأت ما يثلج القلب أن هذا الجيل بدأ يغرس فيه حقيقة أهمية القراءة طمنينا أعطينا نظرة ناقدة المشهد الخارجي يخد المشهد المقرب يسعد بمعنى شكل الأولاد وهم بيبصوا للكتب بشكل سريع وبيقلبوا الصفحات ويتركوها وينصرفوا للألعاب والألوان والبلونات يمكن يسير الخوف لكن وهم بيقلبوا الكتب دي ولو لقوا كتاب وقفهم الطريقة اللي بيتناولوا بها الكتاب ده عشان يتابعوا حركته معاهم تطمن حيث الجيل يعرف يعرف جيدا الجيد من الرديق وده شيء مطمئن جدا عنده زائقة جيل لا تخدعه الألوان جيل معني بالمختلف وده في حد ذاته حاجة كبيرة أو مهمة وأظن أن ده دربة من المهرجانات السابقة يعني يمكن في البدايات في بداية المهرجان كانت الناس بيشدها الألوان الورق اللامع الكتاب اللي بيتحرك وتقلب وتفتح ويغني اللي هو أقرب لللعب أكثر منه للكتاب الآن الأطفال بيشدوهم الكتاب الحقيقي وبعتبر ده مكسب كبير جدا اللي فيه معلومة تهمه اللي فيه شيء حقيقي معلومة أو نقطة أو جملة أثارته أو طريقة في ترتيب الجمل مع الرسوم شيء مختلف يجذب الانتباع لما بيحصل ده اللي بينسى كل شيء عايزة أقولك على ملاحظة روحي مبنى الإكسبو وبص في السقف هتلاقي كم بلونات كتيرة جدا طارت من أياد الصغار طارت أثناء ما كانوا بتأملوا كتب جميلة فنسيوا البلونة وركزوا مع الكتاب وانت نسيت بيئة الكتب وركزتي مع البلانين طيب هي ملاحظة حقيقة رائعة لا هي ملاحظة هذا الدليل أن حضرتك فعلا الجوانب السيكولوجية للطفل تشغلكي أنا مشغولة جدا سلوك الطفل تجاه الكتاب وتجاه التعامل مع الكتاب يشغلكي أنا مش مجغولة أنا مهمومة مهمومة جدا بمسألة أدب الطفل وثقافة الطفل لأن أنا شايفة أن إحنا في خطر داهم حقيقي إحنا في مسألة هوية وجود وشايفة أن قصدك اللغة العربية تحديدا لا المجتمع العربي لا قصدي لا قصدي مهمومة بثقافة الطفل الخاصة بقراءة اللغة العربية لأنهم متجهين لقراءة كتب الجنبية للأسف شديد وحسن خطر أيضا أنه ينصرف عن هويته ويبقى قيم الجمالية ليس قيم مجتمعه تبقى أفكاره ليست أفكار مجتمعه يبقى احتلال من نوع جديد احتلال فكري ثقافي أنا نهارته كنت أسأل بنات مثلا تفتكروا ليه القرآن جيب اللغة العربية لماذا رب العزة أختار هذه اللغة بالذات؟ فقط لمجرد أنها لغة القومة التي نزل عليها من القرآن القرآن مواجه لكل زمان ومكان لابد أن هذه اللغة تحتوي في مقاومتها على كل ما يلب الاحتياج الإنساني في كل جغرافيا وفي كل زمان يجب أن ندرك هذا يجب أن نفعل هذا المجتمعات الأخرى بتروج للغتها عبر التكنولوجيا الإنجليزي يعني غزل عالم بالكمبيوتر على العربية أن تغزل عالم بالإبداع نتمنى أن نفعل لكن نريد هنا أن نشيد بجزئية أخرى حقيقة حتى نكون منصفين في عام القراءة العام الماضي كان هناك مبادرات جدا رائعة في دولة الإمارات العربية المتحدة من كافة الجهات المجتمعية المؤسسات المجتمعية المدارس القطاعات الاجتماعية القطاعات الثقافية أي قطاع كان في دولة الإمارات العام الماضي كان على قدم وساق من أجل تحقيق أكل المبادرة نعم وتحقيق أكل المبادرة حقيقة قيسة من وجهة نظري هذه السنة في عام الخير نحن هذا السنة نحن كل عام عندنا مسمى لهذا العام قيادتنا الرشيدة والله الحمد تتحفنا بمسميات الأعوام بأشياء إيجابية بمسميات إيجابية تدفع المواطنين والقاتلين على هذه الأرض الطيبة أنهم ينفذون الرؤية السديدة قيسة المبادرة مبادرة القراءة هذه السنة من وجهة نظري ما غرس العام الماضي من مبادرات في القراءة رأيناها نازلت مستمرة ولله الحمد في هذه السنة تحركة المجتمع نحو الكتاب بالضبط يعني الإقبال على القراءة والنهم على القراءة الذي غرس في الطفل مثلا مثلا في بعض المدارس مستمر إلى حد الآن صحيح مسبقات القرائية التي بدأوا فيها المدارس العام الماضي أصبحت ممنهجة في هذه السنة فبالتالي حقيقة هناك مبادرات من خلال القيادة الرشيدة هنا في الدولة لدعم القراءة وهذا أيضا ساهم في ترسيخ هذه الثقافة وهنا السؤال الذي يطرح نفسه هل نحن في الوطن العربي بحاجة إلى مبادرات قرارات وقرارات سيادية لترسيخ قيمة وثقافة القراءة أم أن المشكلة ممكن أو هذه أو حل هكذا مشكلة قد ممكن أن تكون أسرية جذرية هل بحاجة نحن هكذا قرارات دائما أم ماذا بتعطينا هذه الرؤية طيب أنا عايزة أقول لحضرتك أن في دولة الإمارات لخصوصية التكوين المجتمعي بتاعها القرارات بتكون سيادية وهذا مهم جدا الإمارات دولة مسالمة وفتحة حضنها لـ 50 جنسية أكثر نعم وده بيخلي بنية المجتمع نفسه بتدفعك للانفصال عن جذورك في شيء للتواصل مع جذور أخرى في صناعة ما يشبه ثقافة إنسانية عامة فالقرارات الخاصة بالهوية ينتبه لها صاحب القرار السياسي صحيح ويحاول أن يؤكد تذكروا في ظل هذه المسالمة خصوصيتكم وهذا ذكاء شديد صحيح ووعي جم في مجتمعات زي مجتمعات مجتمع مجتمع آخر زي مصر بلدي على سبيل المثال حتى الجنسيات اللي موجودة معناها من الجنسيات العربية العراقين أو السوريين دلوقتي بشكل أو بآخر يعني مش محتاجين حركة من القيادة السياسية عشنا محتاجين حركة مجتمعية يعني مؤسسات العمل المدني المجتمعي إنها تقوم بدورها في دافع فكرة الثقافة والقراءة إحنا عندنا تغييب لصالح لا أعرف لأينا نستمر هكذا إيجابيين ونطمح دائما أن تكون هناك مبادرات مجتمعية حقيقية نابعة من القلب لترسيخ هويتنا الثقافية والعربية تحديدا لأنه هناك اتجاه جدا مخيف ولله الحمد وعوانه وهنا إذ أثمن مرة أخرى القرارات التي صدرت في دولة المرات العالمين مؤخرا بتعريب كافة المناهج في دولة الامارات العربية المتحدة بتعريب كافة المقرارات هذا قرار صدر من تقريبا فترة غير بعيدة بكل المناهج في الدولة سوف تعرب وهذه طبعا مبادرة نثمنها للقادة الذين يصهرون من أجل هويتنا صحيح ومن أجل أمن وإستقرارنا صحيح إذن أنا وسعيد جدا أستاذ أمن بوجودك معنا أنا لك شاء الله إقامة سائدة في إمارة الشارقة أشكرك أشكرك ودائما متقدة وقلمك متقد بأهم الإبداعات للطفل الإذنالي أنا أشكر اسمحي لي أن أنا أشكر دولة الإمارات على وعيها بدورها في الأمة أشكر إمارة الشارقة على سعيها الدائم والحسيس لمساندة حركة النشر العربي أشكر تلفزيوني للشارقة على وجود مسقفة رفعة المستوى مثلك للحوار جزاك الله خير شكرا جزيلا إذن مشاهدين يا كرام طبعا نشكر الأستاذ أمل في فرح وطبعا متواصل معكم وأماسي دائما أتواصل وإياكم وحلقات جديدة ومثرية بالمثقفين وبالمواضيع الهامة إلى ذلك الحين أستودعكم في أمن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة